ملف حظر النفط الروسي يثير مزيدا من الجدل الأوروبي موقف مخالف لدولة واحدة هي هنغاريا لا يزال يعرقل فرض الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو والتي تشمل حظرا نفطيا على روسيا موقف أثار غضب وزير الخارجي الأوكراني ديمتري كوليبة الذي كان حظرا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ما سمعته كان دعما واضحا للحزمة السادسة لحظر النفط الروسي في الواقع لن أبالغ في القول أن هناك دولة واحدة فقط تواصل منع فرض حظر النفط وسيتعين على الاتحاد الأوروبي اكتشاف ذلك وكيفية معالجة مخاوف هذا البلد تصدع في الجبهة الأوروبية أدى لفشل تحقيق الإجماع المطلوب لفرض حظر على صادرات النفط الروسي بينما تدافع هنغاريا عن موقفها وتؤكد أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي تتراوح بين 15 إلى 18 مليار يورو مطالبة بإعفائها من حظر النفط الذي يسعى الأوروبيون إلى إقراره حزمة عقوبات على موسكو تصطدم بجدار الخلافات بين الدول الأوروبية وقد جعل المأزق الحالي رئيسة المفوضية الأوروبية تبدي تأييدها لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي بحيث يصبح اتخاذ القرارات في القضايا الجوهرية معتمدا على قاعدة الأغلبية وليس قاعدة الإجماع وذلك للتفادي ما يحصل اليوم لكن في مقابل هذا الموقف الذي أعلنته فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي في التاسع من الشهر الجاري ترى أطراف أخرى أن الإجماع وحده يحافظ على وحدة الصف ويمنع تفاكب الاتحاد وبالموازاته مع هذه الخلافات داخل البيت الأوروبي تطل خلافات أخرى من داخل حلف النيتو حيث ترفض تركيا ضم فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي وتبرر ذلك بأن الدولتين تؤويان أشخاصا تقول أنقرى أنهم مرتبطون بجماعات تعتبرها إرهابية لا يوجد لدى البلدين موقف واضح ضد المنظمات الإرهابية وحتى لو قالوا نحن ضدهم فإنهم على العكس من ذلك لديهم تصريحات تقول إنهم لن يسلموا الإرهابيين إلى تركيا إذن إخفاق أوروبي بفرض حظر على النفط الروسي وفي الوقت ذاته غياب إجماع داخل النيتو بشأن انضمام السويد وفنلندا أمران باتان يهددان بتصدع الحلف الغربي الذي يسعى بكل قوته إلى إضعاف موسكو لا إضعاف تكتلاته الكبرى